السلام عليكم أصدقائي في فيديو اليوم رح نحكي عن جدول مباريات الدورة الودية الرباعية بالأردن ومشاركة منتخبنا الوطن رح نحكي عن موعد وتوقيت المباريات طبعا هي البطولة الأولى بقيادة حسام السيد مدرب منتخبنا بالتوفيق يا رب يعني أكتر النجوم أو أكتر المحترفين بمنتخبنا الوطن يحضروا في استثناء مثل ما حكينا عن غياب أو تغيب عمر خريبين يلي ما بيلعب مباراة الودية في كتير الأسماء رح نحكي عنا بعد شوية رح تكون إضافة مهمة ور رح نكتشف بعض الأسماء من أهمة بلال حلبوني مع منتخبنا الوطن ولاعب ممتاز إضافة جيدة قبل ما نفوض بالتفاصيل اللي عم يحضرنا على اليوتيوب أتمنى تشترك بالقناة اللي عم تحضرنا على الفيسبوك لايك منتابع على الصفحة وأنا أقول لكم نكون شاكرين صوتنا رايح إلى الآن من مباراة منتخبنا الوطن إمام تركمانستان كنا عم نفرح ونعصب وكان الفوز والتأهل للأمانة بوقته يعني بعد غياب تقريبا 10 أو 11 سنة عن النهايات كأساسية مبروك مرة 13. لشبان منتخبنا الوطن وأشوفنا بعض الصور رجال منتخبنا مع شبان منتخبنا يعني الحاضر مع المستقبل إن شاء الله صورة بتلخص الحاضر مع المستقبل شبان منتخبنا الوطن إن شاء الله هذا المنتخب منتخب الشباب رائع نرجع لموضوعنا إذا منتخبنا الوطني رح شارك بالبطولة الرباعية اللي بتضم أربع منتخبات بالمحصلي بهاي المجموعة رح نلعب بهاي البطولة الودي رح نلعب مبارتين سواء نخسرت أولى المبارات أما ربحت رح نلعب مبارتين فالذلك رح تكون مفيدة بكل تأكيد لمنتخبنا الوطني مفيدة لمنتخب عمان مفيدة لمنتخب العراق مفيدة لمنتخب الأردن نحن نرجع نواجه المنتخب الأردن الشقيق هل رجال منتخبنا ستأخذ السأر لشبابها سأر الكروة طبعا بكرة القدم يوجد سأر الكروة إنما نحن أخوي إن شاء الله سوريا والأردن نشوفنا احتفالات منتخبنا الوطن للشباب مع شبان الأردن نقولوا واحد 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 سوريا وأردن واحد شامنا واحد إن شاء الله الآن البطولة ستفتتح بـ 23 ساعة 23 ساعة رح تكون أولى المباراة رح تصير مبارتين عمان سيواجه العراق ساعة خمسة إن شاء الله بالنسبة لعمان بالنسبة للعراق يعني المستويات متقاربة بالبطولة بشكل عام إذا بدأت تحكي عمان عراق سوريا الأردن الأربع منتخبات المستويات متقاربة هاي رح تكون أولى المباراة المباراة الثاني والأهم بالنسبة إلا إنه رح تكون قمة المباراة رح تكون متل ما حكينا مباراة سأر لشباب منتخبنا إن شاء الله تحياتي للشعب الأردني بكل تأكيد بس أي شخص يشجع منتخب بلاده يتمنى أنه منتخب بلاده دائما يتفوق منتخبنا الوطني للرجال سيواجه منتخب الأردني بنفس اليوم 23 ساعة إنما الساعة 8 بتوقيت دمشق إن شاء الله بالنسبة للمباراة رائعة على منتخبنا يعني أنت بتحكي عن منتخب الأردني يعني متفوق أو متطور بكل فئات ستتحكي شباب ناشئين حتى على صعيد الرجال حتى يعني تنظيمه اللي هيت بطولة رباعية رح تكون رائعة منتخبنا الوطني بقيادة حسام السيد تجربه مفيدة رح تكون الحسام السيد يعني أنا برأيه بوجهة نظري إذا حسام السيد بهاي البطولة بحق نتائج رائعة بحق نتائج رائعة فبعتقد أنه تسبت كمدرب لمنتخبنا الأول خاصة أنت عم تشوف أنه حسام السيد عم يحاول يستقطب المحترفين ليش؟ ليحاول يظهر المنتخب بأحلى صورة أنه أنا قادر على قيادة المنتخب أنت عم تحكي عن عمر السومة المواس عبد الرحمن ويس أنا سبا وحكيت بأحد الفيديوهات عبد الرحمن ويس للأمانة بتحسوا عنده انتماء وطني بشكل مطبيع تحسوا هذا الزلمة أو هذا اللاعب خلان بسوريا وربيان بسوريا أكتر كثير لعبين دائما بتهربوا من الوديات حسام عايش محمد رحاني بلاي الحلبوني الجميع حابين يشوفوا بلاي الحلبوني مع منتخبنا الوطني إن شاء الله يا رب التوفيق لمنتخبنا الوطني إذن سوريا والأردن سهرة إن شاء الله بـ 23-9 إن شاء الله يا رب برجال منتخبنا الوطني أنا متفعل إلا دائما نحن فيس حكينا أن نحن عن شباب منتخبنا وصرنا مبارك بالإنجاز هذا يعتبر إنجاز لتاهل أنها آيات الأسوية إن شاء الله يعني بداية خير إن شاء الله عودة الفرحة إن شاء الله عودة الانتصارات إن شاء الله يا رب يعني أقل لشيء عودة المنافسة للمنتخبات العربية سوريا والأردن بالنسبة لتوقعاتي أنا أتوقع فوز منتخبنا 2-1 قولوا يا رب إن شاء الله منصورين هلأ الجميع الجميع بطالبوا بالمعلق منتصر حمد رائع المعلق للأماني رائع بعرف أن مباراة الأردن ورح يكون بشجع للأردن وهذا حقه إنما أنا متأكد أنه رح يكون منصف لمنتخبنا بمباراة سوريا والأردن بتمنى المعلق يكون منتصر حمد نرجع للنقل التلفزيوني دائما القنوات السورية مغيبة يعني أنت وقت وصلت أمام ترك ماستان مباراة الحلم أو مباراة التأهل مباراة التأهل كان على القنوات السورية إنها تنقل وعلى فكرة النقل كان مجاني أو بأرقام بسيطة يعني ما نوال مكلف على القنوات إنما ما بدون كل المنتخبات أو كل القنوات كانت تنقل لمنتخباتها إلا نحن للأسف التلفزيوني السورية مغيبة بالنسبة للقنوات الناقلة الأردن سبورت العراقية الرياضية وين قنوات الرياضية السورية ما في ما في الرياضية السورية طيب وين القنوات العادية تنقل استحقاقات منتخبنا الوطن متمنى أقل شى تنقل المباراة تحضر مباراة منتخب بلادك يعني يعني تحضر ومنتخب بلدك والمزيع ما نسولة أو بدكم الحقيقة والله أنا يفضل اسمع بصوت منتصر حمد أحسن مزيعين السوريين الأماني يمتلك ثقافي ومعلومات سورية أكتر من المزيعين يلي عنا للأماني يعني على كل حال واجبنا أن ننقل هيك قمبارات إذن بالتوفيق لمنتخبنا الوطن اكتب لبكم من توقعاتها قمبارات سوريا والأردن 23-9 بالنسبة لنظام التأهل ما حكينا أنا نسيت أحكي على نظام التأهل بالنسبة لنظام التأهل عمان العراق سوريا الأردن هدول المنتخبات رح يلعبوا مع بعض الفائز بلعب مع الفائز كمباراة نهائية والخاصر بلعب مع الخاصر كثالث ورابع يعني أنتي مثل ما حكينا بدايت فيديو على الحالتين رح تلعب مبارتين إما بتخسر أولى المباريات بتلعب بالمبارات التاني على مركز الثالث والرابع أو بتربح أولى المبارات وتلعب النهائع بطل الدورة الوديية رائع أنك تحقق بطولي لو ودي رائع أنك تحقق بطولي لو ودي دائماً بطولي مطالبي من أي منتخب من أي نادة إن كانت وديه أو رسمية يعني أنتي تخيل منتخبنا الوضع للشباب مبارح أو أول مبارح عم حقق إنجاز هو التأهل إلى كأس آسيا ألف مبروك تخيل لو منتخبنا الرجال يكمل هالإنجاز بإنجاز ونرجع معيدها لأنه البعض رح يخالفون رأي بلوله لي وديه لا هو إنجاز بإنجاز وتحقيق بطولي وديه رح تكون بداية رائع على حسام السيد ورح تقوى شعبية حسام السيد وهذا الوتر يلي رح يلعب عليه حسام السيد مع منتخبنا الوطن إنه يكسب سقة جماهير منتخبنا يكسب سقة اللاعبين سقة الجماهير يكسب محبتهم لأنه بيعرف أنا اليوم إذا قدمت منتخب عم يلعب كرة على الأرض كرة حديثي منتخب عم يتفوق على منتخب الأردني منتخب بالنهاية عم يتفوق على عمان أو على العراق فأنا بكل تأكيد رح أكسب سقة الجماهير ورح يقولوا لأ خلوا حسام السيد مدرب للمنتخب ما بدنا مدرب أجنبين إحنا ما عنا مشكلة مما كان مدرب المهم نشوف فكر عالي فكر متطور نشوف منتخب عم يؤدي كرة قدم مثل ما شفنا منتخبنا صارنا نضرب كل شي نضرب مثال بمنتخبنا الوطن للشباب بقيادة مع الراشد مارك فوتا الأمان أنت عم تحضر كرة على الأرض أنت عم تحضر منتخب أنت عم تحضر كرة قدم أنت عم تحضر هجمي أنت عم تحضر تكتيك أنت عم تحضر خطة مرسومة بزهن اللاعبين نازلين نفزوه على أرض الملعب مو أيام الله يذكر بالخير أب حامد لزار محروس طول مبارح شتهت شيلة أب عبدو أب علي شي شي رفع عرفاء هاي مو كرت قدم شي شي رفع عرفاء طب تشيلة فعلوا العاب لأدام العاب لأدام هاي مو كرت قدم العاب لأدام العاب لأدام هاي مو كرت قدم في طريقة لتلعب الكرة للأمام في طريقة للكرة توصل للمهاجمين لباقي اليمين باقي اليسار لقلب الهجوم لصانع الألعاب في طريقة وهذا للأمانة للأمانة أنا ما لأنه منتخبنة أهل أم أحكي من بداية التصفيات هذا اللي كنا عم أشوفه ما منتخبنا في طريقة للكرة توصل إلى المرمى إلى مرمى الخصم يعني زبدا تشوف قول مهند فاضل تالت لمنتخبنا الوطنة أول رابع لمنتخبنا الوطنة أعتقد تالت أول رابع ما في مشكلة كرة مرسومة كرة مرسومة لتوصل إلى مهند فاضل لا تسجل هدف إن شاء الله يعني الحمد لله صار عنا منتخب نضرب فيه المسرع بالنسبة لباقي المنتخبات نهاية فيديو اليوم بالتوفيق يا رب لمنتخبنا الوطنة رزيح أكتب لي بكم وقاعدة كمبارات سوريا والأردن إن شاء الله رح نحاول نعمل فيديو تاني قبل انطلاق المباراة ونعيد فيديو لا تنسي قناتنا ولايك اشترك تفعيل زر جنس اللي عم يحضرني على اليوتيوب بتمنى يدعمني القناة أكتر تمنى دائما تضل وخير السلام عليك